مرحبا اعزائي الطلاب احنا وسهلين بكم بدرج الجديد اليوم رح يكون درسنا عن كفية التحذر لامتحان نهاج الكورس الثاني نصف الثاني متوسط اولا رح نبدي بكتاب النشاط يونت 5 الوحدة الخامسة لسن 1 الدرس الاول مثل ما تشوفون عدكم هذا التمرين معاني من الضروري انه تقسمون التمارين يعني قسم تقولون هاي تمارين معاني قسم تقولون هاي قواعد قسم هاي انشاء حتى تعرفون شنو المهمات وشنو الشي تقروه وشنو الشي المهم وشنو الشي اللي غير مهم هسا بالبداية معاني طبعا المعاني جدا مهمة التمرين الثاني اوكي بلسن 2 درس الثاني لسنينج لسنينج ملف استماع طبعا هل هو مهم او غير مهم مو كلش مهم يعني 30 بالمية خلينا نكون مهم هاي صفحة 64 تقلنا الى 65 65 لسنسري درس الثالث عدنا هذا مهم لازم تفرقون بين اداة ربط وبين حروف جار وبين اداة ربط وبين الضماعر اوكي لاتم تفرقون بيناتهم هذا التمرين ايضا مهم جدا مهم هذا التمرين انا بنسوات لكم اسئلة عن نموذج لنهاية الكورس الثاني جبت لكم من هذا التمرين يعني على نفس النمط مهم هذا التمرين سي اللي علمنا انه كل كلمة الليها اكثر من معنى ايضا مهم الموضوع مهم يعني مو بس هذا التمرين وانما الموضوع كله مهم هذا هم ايضا هذا التمرين مهم صفحة 66 خلوا راويكم الصفحة اوكي صفحة 66 ايضا هذا مهم طبعا هذا تكملية التمرين هذا التمرين اللي هو اي اه مهم هذا فوكابولاري معاني انتقلنا الى صفحة 68 قواعد اه عدكم اهم زمن هو اه طبعا عدكم زمن المبني المجهول في حالة المضارع present يكون جدا مهم موضوع passive وموضوع present perfect جدا مهمات اه هنانا الافعال بالماضي بتصف الثالث تحفظ نصا حتى الافعال اللي يعدكم بهذا التمرين ايضا يحفظا ايضا ينحفظا هنانا معاني هو يمرتز على المعاني بيكون ما تحفظون معاني اساس الدغوة الانجليزية معاني هذا التمرين جدا مهم طبعا هذا التمرين اه عن الاسئلة الموجودة عليكم كتاب الطالب بالسطوديدينت بوك الموضوع هذا مع الماركوني وشي خدراء وشي قدعات وشي قدمات مهم معاني هذا التمرين true false ايضا عن قطعة موجودة عندكم صباحة ثلاثة وحبتين مهم هذا التمرين listening مو كلش مهم lesson 9 الدرس التاسع ملاء مهم معاني شوفوا صارش كم تمرين معاني الموضوع مال used to جدا مهم جدا جدا مهم لازم يجيب لكم من عنده لازم هو والpassive خلنشوف هذا التمرين شنو مهم هذا التمرين ترتيب جمعا ايه مو كلش مهم هذا التمرين مهم true false طبعا هذا عن بابو باسم هذا التمرين موجود بصفحة 75 هل هو مهم مو كلش مهم هذا listening هتقولون انه listening مو مهم لا شوفوا اقول listening مهم واقول listening غير مهم شوان من يحدد لكم هو مهم او غير مهم المدرس المدرس من يحدد لكم مثلا هذا listening اريد من عندكم هذا listening اريد من عندكم مثلا هذا ما اشوفه كلش مهم يعني طبعا بالتالي هو موضوع يعني مثلا انا اشوفه غير مهم جوز غير يشوفه مهم حسب بس بالنسبة الي انا ما اشوفه مهم هذا مهم هذا التمرين الاسئلة اللي عليه ايضا مهمة صفحة 76 اعدكم هنانا انشاء كل الانشاءات رح تلقوها اما حسب الصفحة او تلقوها فيديو لحالها اوكي يعني بعض الاحيان انه انزل فيديو بحالة يعني بس انه فيديو خاص بالانشاء وبعض الاحيان لا انا وده احل التمرين احل الانشاء انتقلني انتقلنا الى من صفحة 77 الى 78 احنا هنا هم معاني وبنفس الوقت معاني واملاء طبعا الكلمات اللي موجودة هنانا جدا مهمة لازم تعرفون معناها وشوان تكتبوها جدا مهمة هذا التمرين جدا مهم هذا التمرين ما كأنه مثل تعاريف من يشتغل بالافيس منه اللي يصح الاشياء الخطأ الموجودة بالمقالة انتقلنا من 78 الى 79 وصلنا الى صفحة خلينا اراويكم صفحة 79 هذا التمرين هذا التمرين يعتمد على ما وجود بكتاب الطالب 63 لازم تكون قارن صفحة 63 يلا تحلوا انا هذا التمرين ممكن رأسا راويت لكم الحل لانه مطابعت هنا رأسا راويت الحل بكتاب المدرس ايضا هذا التمرين يعتمد على المعلومات اللي مطيكم في صفحة 63 فلازم تقرؤوا حتى تحلوا هل هو التمرين مهم نعم خلينا 60% مهم زين يجينا على كتابة سؤال كتابة سؤال مهم انا اجيب لكم بالاسئلة عن الكتابة هذا التمرين يعني مو كلش مهم هذا التمرين صفحة 22 مهم التمرين معاني جدا مهم شوفوا حتى لو أبي listening لكن هو مهم هذا التمرين معاني مهم هذا التمرين هذا التمرين مع السئلة بوضع المقاطع غير مهم هنا أعطكم أسئلة عن ما موجود عدكم من تيكس بوك صفحة 66 تيكس بوك هي قطع الكتاب هذا التمرين خلينا نقول علي مهم هذا التمرين أيضا مهم هذا التمرين أيضا تيكس بوك أيضا تقروب هذا التمرين أيضا مهم هنا تمام معاني معاني بليونة الخامس والسادس وي معاني هنا نعدكم تنقيط شون ترتبون يجبون شون تنقطون شون يضع تقضاء ملاء الصح و شون يضع تقضاء نقطة شون يضع تقضاء ربط أدوات ربط إنشاء موجود الإنشاء كلها مسوي إحنا صفحة 89 هنا أملاء هنا معاني هنا معاكسات يعني معاني إحنا مهم أيضا معاني جدا مهم هذا التمرين شوف خلال رابيكم هذا التمرين بصفحة 89 جدا مهم هذا التمرين هذهم مهم هذهم معاني إحنا نسوي سؤال شون تسوون سؤال هذا التمرين مهم نانهم معاني لكن هاي المرة المعاني تابعة لستواري تاني لوقت القصة دعا ما وصلنا إحنا بعدنا بيونة 6 هذا التمرين يعتمد على الليسنينج فإنتوا إذا ما قرأتوا عادي لازم إلا جب لكم الليسنينج يلا نامعاني ويعدكم معاني يعني دائما نأكد عن معاني هنا يقول اكتب school subject المادة يعني المادة الدراسية أي أي ماادة دراسية التمرين البعضة هو هذا مهم الأسئلة أيضا هنا مهمة طبعا أنا حالت لكم إذا تروحون على الفيديو وات رح تلقوها أنا حالتها بالفيديو وات معاني هذا مهم تعرفون شو المعنى student volunteer share انتقلنا إلى E E قواعد جدا مهم تعرفون وين هنا شو القاعدة مالتها عدكم الموضوع مع المستقبل المستقبل جدا مهم المضارع البسيط أيضا مهم اثنين المستقبل والمضارع رح تلقوهن قامة التشغيل الآن شرحتهن عدنا F paragraph paragraph إنشاء صفحة 93 هنا عدكم vocabulary معاني هنا أيضا عدكم معاني هنا عدكم اختصارات وريد بنعتكم أكتب الكلمة كاملة هذا أيضا مهم هذا يجيوية الإملاء والمعاني هاي الأسئلة عدكم شون تعلمكم تكتبون headline هو العناوين يعلمكم شون تكتبون العناوين وأنا أتبتلكم إنه أقو قاعدة معينة لكتابة العناوين إنه ما بيها أدوات التعريف أدوات التنكير ما بيها أفعال المساعدة ما بيها حروف جار هذا التمرين عن شد و باست لينات هن مهمات لازم تراجعون القاعدة مالتها هذا التمرين يعتمد على listening شفو خلراويكم الصفحة صفحة 96 هذا التمرين يعتمد على listening مو كلش مهم هذهم التمرين مو كلش مهم إيه هنا إنشاء التمرين هنا معاني وأعدكم تمارين معاني هنا أعدكم صح وخطأ هذا مهم هذا جدا مهم إلى علاقة صفحة 76 من كتاب الطالب هاي أسئلة عن التكستبوك التكستبوك هي قطع الكتاب هنا نعم معانكم أسئلة عن التكستبوك شوفوا أصلا هو من البداية كاتبتكم إنه ستجودينت بوك رفوا على صفحة 77 على التكست على الناس إذن هو مطيق علامة إنه لازم تروحون على تكستبوك أيضا هنا القاعدة أوكي هاي قواعد مية ومايت هذا التمرين هل هو مهم مو كلش مهم لأنه هو ترتيب أحداث يعني مو كلش هذا التمرين يعني خليم نقول 60% مهم انتقلنا إلى 100 صفحة 100 هذا التمرين مهم بوكابولاري معاني هذا التمرين مهم هذا التمرين معاني إحنا نعطكم معاكسات يعني أيضا معاني هنا نهم معاني ويمركز عدكم على المعاني هنا كتابة هيدلاين عنوين عنوين الصحف هنا استخدام شلو ماس أيضا مهم هذا التمرين مهم معاني طبعا هاي المعاني لها علاقة ب وقت القصة هذا التمرين listening هل هو مهم اتصور لازم جب لكم listening يلا يسألكم عليه مثل ما قلت لكم دائما تأكدوا بنمدرسيكم قلوا لأستاذ مثلا هذا listening أقرأ ما أقرأ أو ممكن تجيب مثلا أسئلة عليه اكو بعض الأشياء يسووها المدرسين خلينا نقول هي مو كل صحيحة مثلا listening عادي جبون أسئلة عليه وما يعلقون listening مثلا بداخل الصرف لا إنه بالامتحان يجيبوه يلا جاوبو الطالب رح يتخربط مثلا يكون هو ما محظر listening مقاري حتى يجاوب عليه يعني يعدو عند وقت يحفظ التكسبوك النصوص اللي عندهم بالكتاب فيتفاجئ يسئلوا مدرسكم يقولوا لأستاذ هذا أو سيد هاي نقرأ أو ما نقرأ هذا داخل بالامتحان أو مداخل بالامتحان ممكن يجيبوه لنا أسئلة علي هنا عدنا فوكابولاري فوكابولاري معاني أيضا مهم هنا جدا مهم الفوكابولاري عدنا القطعة تكست مهمة الأسئلة عليها أيضا مهمة صبح 105 إنشاء هنا عدكم إنشاء أخاف تشوفون هوايا عليكم إنشاء أيضا يسئلوا مدرسكم سيد أو سيد نحفظ هذا الإنشاء أو هذا الإنشاء مرات نحاول نسهل أمر الطالب فمنط أكثر من إنشاء بنفس اليونت نحاول إنشاء واحد باليونت حتى ما يصير هوايا على الطلاب أنا أحلها وأكتب كل الإنشاء لكن في حال أنه مثلا الطالب سألني مثلا عفيا حددي إنشاء واحد صعب علي أحفظ أكثر من إنشاء أو كي رح أضطي هذا إنشاء إي انتقلنا إلى 107 طبعا 107 ما بها شي كلها play game play a game يعني لعب لعبة فما بها شي مهم وصلنا إلى 102 معاني ومهم المعاني وصلنا إلى يونت 8 الوحدة الثامنة هاي الأسئلة مهمة يعني شوفوه صح هو listening لكن هي أسئلة مهمة هنا أنا أكتب التعاريخ يعني vocabulary معاني هذا 8 قواعد مهم صفحة 110 هذا هنا passive مبني المجهول مهم هنا نستخدام شدو must مهم باختصار هاي الصفحة 110 مهمة هنا my hobby وياتي والأسئلة اللي عليها مهمة آخر شي بقعدنا إنشاء واحد أوكي أيضا هذا الإنشاء مهم هاي سننتقل إلى كتاب الطالب إذن انتقلنا إلى كتاب الطالب Student Book Lesson 1 الدرس الأول معاني التكست أوكي النصوص اللي عدكم هنانة لازم تفهموها بشكل جيد لأنه مهمة جدا مهمة هنا أكو أسئلة عدكم مهمات هاي الأسئلة هنا انتقلنا إلى صفحة 48 أيضا هذا النص مهم هذا الموضوع معاني إنه كل كلمة ممكن يكون إلها أكثر من معنى شوان تقسمون الجملة إلى صفحة اسم هذا موضوعين بورقة وحدة فأيضا مهم مهم إنه تقرون هذا إذن هاي النقطة مهمة جدا هاي صفحة 49 مهمة هنا مجرد صور هنا فقط يعلمكم المبني المجهول يعني ماكو شي تحفظو هنا لكن ممكن إنه تعرفون المبني المجهول يعني القواعد ردي حضركم حتى يشرح لكم موضوع Active and Passive المبني المعلوم والمبني المجهول جدا مهم ورح أترك الرابط بصندوق الوصف انتقلنا من صفحة 51 إلى 52 الأسئلة اللي عدكم هنا مهمة والأسئلة اللي عدكم بالنشاط كتاب النشاط أو الكراسة أيضا مهم اوكي هنا هم عندي عن Passive وعن Active أيضا مهم مبني المجهول الموضوع اللي عن Telephones التليفونات أو الهواتف النقالة الموبايلات الموضوع مهم أيضا هنا عندي قواعد المبني المجهول في حالة كان هذا يعلمكم بهاي صفحة صفحة 54 يعلمكم شلون تتصلون بشخص شون الأشياء اللي لازم تقولوها علمكم محادثة أنا شوفها مهم مهم حتى تقوون لغتكم هنا نحن Roundup Roundup هو كل شي أخذتوا بالUnit فتقرو وتشوفون صفحة 55 أنا كل أقاريت وشارحت وكل شي يعني مثل ما نقول شارحين كل شي بي كل كلمة بي شارحي وصلنا إلى بابو باسم لكم هنا أنا أسئلة مهمة بابو باسم وأنا قاريت لكم وشارحت لكم هذا project أنا ما أطرف إلي وصلنا إلى الوحدة السادسة هذا الموضوع جدا مهم هذا معاني علمكم بمحادثة من هو الميكانيك من هو الإنجينير من هو الميكانيكي من هو المهندس من هو فايرفايتر رجل أطفاء جدا المهم أيضا هنا يحكي عن العمال عن المهن أطفاء مجموعة من الأسئلة في صفحة 79 و80 هذا معاني هنا نعتكم listening هذا listening اللي خاص بهاي الصفحة اللي رقم 32 هذا مهم listening هاي الصفحة مهمة الأسماء الموجودة هنا والأسئلة الموجودة هنا مهمة صفحة 65 لازم تعرفون شنو معاني هؤلاء الأشخاص وين يشتغلون بالضبط مثل ما هو مسوي هنا بالمحادثة هذا مهم الأسئلة اللي عليه الفرق بين احنا وبينهم يعني احنا شعدنا مواد هم واشعدهم مواد هو هذا أكثر شي مهم بي عدنا هنا تيكستبوك ايضا عليها سئلة بكتاب الاكتيفتي بوك نفس القاعدة ايضا المستقبل تحت going to المضارع ايضا مهم طبعا وضروري انه تقرون وين شوفوا مطيني زمنين ومطيني اداة ربط فلازم تعرفون وين مستخداماتها شنو اتنا وين جاي اداة ربط بمعنى عندما اجينا على الراوند اب الراوند اب هو كل شي اخذت لازم تعرفون school subjects المواد الدراسية مالتكم اسمها باللغة الانجليزية من المهم انه تعرفون لازم تعرفون الفرق بين المستقبل البصير في حالة الول والمستقبل البصير في حالة الكون وصلنا الى باب وباسم وعدنا اثناء اسئلة وايضا انا قارية باب وباسم بترجمتها وصلنا الى unit 7 unit 7 هو بكلمات غريبة وكلمات شوية تشوفوها شوية بها صعوبة اوكي لكن بالاستمرارية ستصل عليكم سهلة اهنان شوان تتعوون عناوين مهم لازم تشوفون شوان تتعوون عناوين لان احتمال شبير يجب لكم مثلا جملة sentence ويريد منعدكم انه تتعووها على شكل عنوان شرح شدوا مصد هذا ما يريد منعدكم الذي يريد منعدكم تعرفون شرح شدوا مصد الحيوانات الموجودة بالصورة هنا نريد يعلمنا شو وقت اوافق وشو وقت ما اوافق وذا اوافق اي شي او اي كلمات اي العبارات اللي ممكن نستخدمها هذا مهم راجعوا صفحة 76 ايضا علي اسئلة هنا معاني مهم ماي ومايت صفحة 77 مهم قواعد الثكست هنا نعم نص ايضا مهم لازم تقرؤوا تعرفون شنو بداخله هاي سطورة تحتي عن قطع طبعا listening هذا listening خلي نقول 50% مهم احنا ايضا اكو listening بولا اشخاص مبذرين وكل واحد قطع عذر بالتبذير مايتا ايضا مهم موضوع the moving dessert ايضا مهم الاسئلة العلية ايضا المهم وصلنا الى round up الاشياء اللي درسناها واخذناها وشرحناها وكلها موجودة بامكانكم انه تشفون الفيديو الخاص 81 بابو باسم رجعنا للمرة ثانية بابو باسم ايضا قرأت لكم ترجم لكم اكو اسئلة عليها الوحدة الثامنة ايضا انا قارية ومترجمة وحدة الثامنة ما بيها شي هو يسئلون مثلا عن الوحدة الرابعة او الوحدة الثامنة عافية ستبثة لدعو فين ورقة لدعو فين شي انا دعو فين شي انا دعو اشرح لكم فقط المهمات يعني الغير مهم ما اشرح لكم مثلا هنا انا اعطيكم tip نصيحة tip عن spelling عن الاملاء tip شو نربط الجمل عن ال writing عن وعن هواي اشياء مصائح هاي النصائح انا عادة ما اطيها لكم بالشرح يعني اثناء ما انا اشرح لكم في الموضوع اطيكم النصائح من داخل الشرح ما مهمة اذا الى هنا ينتهي درس اليوم شكرا وعلى اللقاء اشتركوا في القناة